برضو يا دكتور عالي انت بتخوفني لا مش بخوفك يعني ما احنا كلنا بنعمل كده يعني مين فينا ما بيأمنش ولاده وبيجري على ولاده يعني برضو معلش يعني يعني نعمل ايه انت يا دكتور عالي هون ايه انت مش بتأمن مستقبل ولادك اكيد وبتجري على حاجاتهم واحتياجاتهم صحيح طب ايه بتعمل ايه جنب ده تسد الحتة اللي انت بتبعي الله ينور عليك جنب ده ما ينفعش ان الحياة المادية تاخدني من ولادي يعني يعني ما ينفعش شغلي ياخدني من ولادي ما ينفعش بقى تركيز يعني نشوف اباء وامهات مثلا اب ممكن يتغرب سنين ما بيشوفش ولاده وبينزل لهم اجازات بس ما تفتكرش كده انت بتأمن مستقبلهم الولاد دي هتتجوز وانت هتبقى بالنسبة لهم مجرد اي تي ام رصيد لوقت من الزمن وهينسوك لانهما محسوش بوجودك محسوش بالبعض الانساني للأب كل ما كانت الحياة بسيطة كل ما كانت تمسك اعلى وده نشوفه في الارياف انا بشوفه في الاسر الفقيرة في الاسر الفقيرة للأسف الاسر الفقيرة حقيقي يعني اللي هم بالحياة البسيطة اللي هم على قد قوتهم على قد يومهم بل ايهم متربطين ماشاء الله دي حي وتلاقي الاخ في ظهر اخوه وتلاقي الاخ بيجاهز اخته لو هي عايزة تتجوز وبيشتغل بدل الشغلانة اتنين تلاتة صحيح فأقول ايه سبحان الله وتلاقي العائلات الاغنية اللي معاهم الفلوس يعني ملهاش حساب يعيه لهم بيكلوا في بعضه صحيح وعلى الفلوس وصراعات في تفكك وممكن ما يبقاش فيه تسلسل هرمي في البيت اه ايه ده ليه والأب ممكن الولد دي يتلاقيه بعيد عن أهله او متمرد شوية عليهم ما اللي بقول لحضرتك كل ما زاد التعقيدات الحياة وكل ما زاد البعض المادي فيها اختفى البعض الإنساني وده اللي هيعمل لنا مشاكل ما بعد الستين وما قبل الستين فاحنا عشان كده بنقول للأباء والأمهات قبل ما توصل للستين ازرع صح علشان ده اللي هتجنيه بعد الستين لو انت حنين في ولادك وربتهم على القيم والأخلاق والتماسك والترابط وحسوا بوجودك بوجودك كإنسان بوجودك كمشاعر بوجودك كاهتمام كرعاية هيتلاقيهم بعد الستين احنا فيه بنات بتتجوز عشان تهرب من بيت أهلها دي حقيقة انت متخيل فيه أباء وأمهات بيسيقوا معاملة أولادهم ما تنتظرش بعد الستين انت هتلاقي في ظهرك طب الأم الشقيانة اللي بتشتغل يعني الأم بقى لو جينا في حتة فيه بيوت كتير قوي متطلقين يعني الأم بقى بتضطر تنزل تشتغل عشان تقضي احتياجات ولادها بتضطر تنزل تشتغل عشان تواديهم المدارس وتأكلهم وتشربهم وتلبسهم وغصب عنها بيبقى وقتها تلتة اربع وبر عشان تسد احتياجاتهم اللي الراجل تخلى عن مسؤوليته ومشي الربع الأخير بتعمل فيه بس بقى الحتة دي عشان برضو حرام فيه ستات كتير بعتلنا مشاكلة في النقطة دي بتبقى هي أعصابها منهارة لوحديها يعني بتبقى عايزة ولادة يطلعوا كويسين قوي عشان هي بتربي لوحديها ام وقب عايزة حد يشمت فيها انت عارف المجتمع بتاعنا مش عايزة يقولها اه ما هبصي ممتك وتربيت ممتك فبتبقى بزيادة أعصابها منهارة فبتقدرش تدي دوز الحب اللي انت متخيله اللي هي قاعدة بقى مش ست مش ست رايقة بقى قاعدة في البيت بقى وفضية لولادها فالستة دي برضو تعمل ايه لاني الستة دي بين نارين على فكر الستة اللي بتشتغل دي بين نارين اللود اكبر عليها بس خلي بالك مهم هنا وهي بتعمل كل ده انه ولادها هيقدروا ده انها هتوصل ده لولادها يعني وده حتى للأب والأمة مش شرط الأمة بس بنقول اي حد بيتعب وبيشأ لازم يحسس ولاده بده علشان يقدره هو بيعمل ايه عشانهم ممكن انا كل مسافر ومتغربوا بس ولادي مش حاسين بده مش حاسين ده عشانهم يحسوا ازاي دكتور علي انا اشارك ولادي ده انا لازم اتكلم مع ولادي انا اتكلمت عن ايمان بقى انا هو مثال حيء صادق انا لما مثلا بحسس بنتي او لا ده انا عملتلك ومعرفش ايه واخر فلوس في المرتب معايا طب ماه ده واجبك انا بيعمل دكتور علي يعني اه خلينا هو انا ام مصرية اصيلة زي كل الامهات بتفضل تزعق ما انا عملت ودفعت وسويت لك اشتبه مبسوطة هي دي نتاج عكسية تلاقي بترد علي والله يرد ماه ده واجبك يعني ايه الاوفر في الموضوع لا ماهو برضو لا اما انا مش بتكلم كأن انا بمنا عليه او ان طب نعملها ازاي بقى التوليفة اللي بتنالي يعني دايما اكسب الطفل اكسب الطفل انه احسسه ادي له مهام اولا انه يعتمد على نفسه جزء من الحياة ما بقاش انا مجرد انه بقاش اه قوي علش انا اجيب لك كذا بقاش لا ممكن هو كمان لو فيه امكانية انه هو يساعد يقدر يشتغل يقدر يأمن جزء من فلوسه وانا كمله ماشي يعتمد على نفسه ماشي يقدر التعب اللي انا بتعبه ده ماشي لانه ماينفعش اخسر ابني في المرحلة دي بالذات مراحل التأسيس والتكوين سواء بقى بجهزه بجهزله لازم يحس ان انا قريب منه ولازم اكسبه علشان انا لقيه بعد كده